سعادة محستهاش ممكن وانا بلعب وانا بدرب زي محستها امبارا والسبب ان برنامج قط اللبس فاز باصوات حضاراتكم بافضل برنامج سبكم اميدو الحمد لله ان انا كنت افضل اعلامي في التصويت بتاع الجمهور بتاع واشواشا وهو تصويت على فكرة فوتينج او استفتاء كبير جدا بيشارك فيه عدد كبير جدا من الناس ودايما النجاح الحقيقي هو النجاح اللي بيجي من الجمهور من المشاهد لان المشاهد احنا من غيره ما نسواش حاجة المشاهد هو اللي بيعمل للمؤدي خلينا نقول البرفورمر ايا كان هو بيعمل ايه بيلعب كرة في السرك في المسرح في الاوبرا بيقدم برنامج رياضي بيقدم برنامج عادي ايا كان ده احنا يعني انت راجل بتقدم مادة اللي بيقيم المادة احسن واحد يقيم المادة ويقسلك نجاحك من فشلك هو جمهور فالحمد لله تصدرنا وفوزنا بتصويت واستفتاء واشواشا بفرق كبير ان برنامج قط اللبس افضل برنامج والحمد لله ان انا كنت موجود افضل اعلامي ولكن كل الاعلامين اللي موجودين على الساحة نجوم وكلهم نجحوا معايا وفازوا معايا لان منافستهم لي ومنافستنا البعض هي اللي بتخلينا ان احنا نحاول نطور من نفسنا واحد بيعمل حاجة جديدة فالتاني بيحاول ان هو يعلي عليه في حاجة فالتاني بيحاول يشتغل فالتاني بيقول لا طب منامش انا دلوقتي يحاول ان انا اشتغل شوية هي دي حلوة الشغلانة وانا بقولكم ان انا هتستغربوا يمكن ان انا كنت مبسوط بالمكسب بتاع انبارح ده لان هي شغلانة جديدة علي ما تحكش عليكم كنتش اتوقع ابدا ان انا بعد 4-5 شهور شغل ان الحمد لله الناس تختارني ان انا احسن اعلامي او تختار برنامج ان هو احسن برنامج يعني ما كنتش توقع ابدا ما كنت سعيد جدا ان هي تعارفين اول سنة انا اشتغلت اعلامي اوه محلل عملت برامج قبل كده اللي هو يعني حاجات خفيفة لكن برنامج هارد كور بشايلينه من من تحت الفوق بشايلينه بكل حاجة ما كنتش توقع ابدا وبشكركم وبشكر كل واحد صوت لنا ان احنا نكون افضل برنامج وان انا نكون افضل اعلامي لكن الاهم من كده ان عمرنا ما كنا هنكسب حاجة وعمرنا ما كنا هنظهر باي شكل يرضي حضاراتكم من غير فريق العمل بتاع البرنامج الناس اللي وراء الكاميرا الناس اللي الجالة المحترمة المصورين وصلاح محمد صلاح المخرج مش عايز انسى حده وزين في بروديوسر وبولوك في الانتاج والناس وفاروق في الاعداد والشام رشاد في الاعداد والناس بتاعت اللايتنج والناس اللي عملت الكلام ده كل الناس انا نسيت حده جماعة وابراهيم بسام وزوزو وكل الناس اللي شغلها معنا الناس دي هي اللي منجح البرنامج ده سيبكم مميدو ميدو ده حاجة تانية انما يعني راجل انا بعيد فعلا الناس اللي شغلها معنا والمصورين اللي عايز اشكرهم وبشكركم شكرا جزيلا على المجهود الكبير اللي انت بتقوموا به علشان بمشتغل كلنا الحمد لله باخلاص وكا تيم وورك ومشتغل مع بعض علشان نقدم مادة من اول يوم اقسمنا وتعاهدنا وان احنا نبقى مواقفنا واضحة وصريحة علشان الناس تعاف تقيمنا صح موقف النهاردة زي الرأي اللي انا قلت في موضوع محمد صلاح انا عارف ان انا هتقطع عليه لكن هقوله ده رأي اه تزعلوش مني وفي كل المواقف الحمد لله ونجوم كبار والناس الرجل الرجل او الضيوف الدائمين اللي موجودين على البرنامج هم اللي نجحوا البرنامج كابتن ضياء السيد كابتن جمال حمزة كابتن عصام الحضري كابتن حسني عبدربو عفيفي امير عبد الحليم كابتن أحمد الكاس كابتن محمد صلاح كابتن حمد صدقي كل دول النجوم نجحوا البرنامج فبشكرهم بشكرهم على كل دقيقة قدوها قدوها معنا دي أرقام قط اللي في أقل من نصف عام استضافنا نجوم كبار وصلتنا الضوء على أبطال مصرف ألعاب مختلفة وأدرصها طبعا السكواش وكان معنا هنا علي فرج بطل العالم واستضافنا عمر الجنين رئيس اللجنة الخماسية عملنا كومبيتيشن أو مسابقة في التحليل وبنكتشف مواهب في التحليل قعدنا اكتشاف نجوم في مجال التحليل على أقصون طبعا عصام الحضري وحسني عبد الربو وجمال حمزة طبعا كل أسبوع بنكتشف محلل هنطلع لكم محلل شاب يقدر أنه يكون بنطور أو بنفتح طريق لشباب بتحلم أطلقنا مبادرة لنبز العنف مع طبعا النجمة حسام غالي كان ضيفي حسام كابتن الكابتان وكابتن نادي الأهلي الأرقام أكتر من 115 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خمس شهور وده رقم قياسي ورقم كبير جدا والحمد لله أفضل برنامج رياضي حسب تصوتكم في موقع شوشوشة لسنة 2020 الأهم من كده اللي لازم أشكر أشكر السوشيال ميديا تيم اللي عمله ضر كبير جدا بقيادة الليسي العبقاري الليسي بشكره شكرا جزيلا أنا هو كل فريق العمل العمل بتاعه تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل معنا كابتن دياز سيد وكابتن جمال حمزة علشان نتكلم عن منتخب مصر وعن مباراة الغد اللي عندي ليكو فيها عندي مفاجأة كبيرة جدا في مطش بكرة مطش بكرة هنطلع بستوديو تحليلي بعد المباراة مباشرة هنطلع الساعة 8 تعرفين كيكو في الساعة 6 في توقيب مصر الساعة 8 عام لليكو ستوديو تحليلي خاص